دورة الأفريقية بتبدأ والليلة تشبه البارحة مصر مفارقة التاريخية العجيبة فيما بين الأهلي والبطولة الأفريقية كاس الأمم مارس 1974 مصر بتتأهب لاستقبال هذا الحدث الكبير كانت البطولة الأفريقية التسعة والنادي الأهلي بيطلق مجلته كأول نادي في الشرق العوصر للعدد رقم واحد يحمل نادي يحمل مجلة تتحدث باسمه ده العدد الأول من مجلة الأهلي مارس 1974 وكان المنشط زي ما أنتم شايفين بدأت الدورة الأفريقية وربنا يسطر ده في مارس 1974 ومارس 1974 والبطولة الأفريقية أو كاس الأمم التاسعة لها قصة حدو تجبيرة جدا لأن فيها مقاربات كتيرة بالوضع الحالي لابد أن احنا نعيد درس منه كويس لكن بصوا من مارس 1974 يعني بدتكلم فيه 45 سنة احنا ما كانش متحدد مارس 1974 لانطلاق المجل بس أنا يعني لما انتهت جراءات الترخيص وكده حصل اجتماع احنا طلعنا قبلها بتسعة أيام تسعة أيام بالضبط طب حجيلا كان سبب ظروف الصدور لأنه مرتبطة ببطولة إعلامية أخرى أو بطولة صحفية أخرى ليك لكنه بصوا مارس 1974 من 45 سنة يطلع الأهلي عدده الأول من مجلته بدأت الدورة الأفريقية وربنا يسر النهاردة مصر تتأهب لاستقبال أيضا نفس البطولة بكرة إن شاء الله فيطلع الأهلي عدد مجلته النهاردة شد حيلك يا بلد مصر وزمبابوي في افتتاح كأس الأمم الجمعة وحديث عن قوة الفراعنة وبطولات الفراعنة في البطولة وعن تنصيب الكابتل محمود الخطيب سنادي سافيرا لكأس الأمم الأفريقية بصوا التاريخ بيعيد نفسه وبيعيد إنتاج نفسه إزاي نفس الحدث لنفس النادي لنفس المجلة في نفس التوقيت لكن مارس 1974 لحظات مخاض عندك تفاصيل كتيرة فيها لا يعني أنا بس التاريخي ده اللي حيهمني لأنه إحنا ما كانش فيه طبعا ترخيص بتطلع للمجلات الخاصة بس أنا لما روحت قابلت اللي كان مسؤول حافظ غانم مسؤول عن الموضوع ده يعني فكان عدو النادي محي رجب سكرتير سكرتير قلت له حديد لي معاد معا وكان تكليف من كابتن صالح سليم هو ده اللي أنا عايز أجيلك فيه لأنه الحكاية لها جزور شوية وجزورها أنا يعني مسكتها بالصدفة بس للمهندس عدلي على خبر أو مش خبر في موقع من المواقع المعنية بالأرشيف ذاكر قصة عن مجلة اسمها مجلة الأبطال كانت بتطلع مطلع السبعينات والمجلة دي ذاكر خبر الناس بتتمنى أنه يحصل دلوقت أو ناس كتيرة من المصريين بيحاولوا يعملوه دلوقت الناس عاملة تجارب بشكل مختلف لكن المهندس عدلي القيعي سنة 74 ولا 72 لا ده كان 72 خبر ده 72 طب إيه الخبر نشوف الخبر كده على الشاشة لأنه ده موجود ويخص الكابتن صالح سليم والفنان الكبير عمر الشريف اتفضل يا بشمان ده عندما قرر صالح سليم وعمر الشريف اقتحام الدور الإنجليزي بنادن مصري القصة أنا هقراها ولازم أن المهندس عدله يعقب عليها لأنه زي ما بنحاول ناخد منه خبر دلوقت وهو طبعا بيقفل زي ما بتشوفه هو استخدم اللقم الصحفي مع كابتن صالح وعمر الشريف من فبراير 72 وكان قالك نشرت مجلة الأبطال في عددها يوم 10 فبراير عام 72 خبرا بخصوص الصديقين الميستر صالح سليم أسطورة النادي الآلي والفنان العالمي عمر الشريف ونية إنشاء أول نادي مصري في الخارج قالت المجلة اللي هي مجلة الأبطال وهي مجلة رائدة في الصحافة الرياضية وقتها بأن الثنائي تحدثها حول فكرة أول مشروع كروي من نوعه وهو إنشاء نادي خاص للعبين المصريين في إنجلترا على أن يتولى صالح سليم مسؤولية اختيار اللاعبين وإدارة النادي وبدأت الفكرة عندما زار صالح سليم لندن لمقابلة صديقه عمر الشريف فبعد جلسة بينهما تحدثها حول هذه الفكرة الجديدة وأكد المايستر بأن الفكرة ستكون صعبة وخاصة أنه يجب على هذا الفريق الاشتراك أولا في دور الدرجة الثالثة سمو الصعود للتانية فالأولى ليقترع عمر الشريف أن يكون هذا النادي في فرنسا وخاصة أنه يملك أسهما في أحد الأندية الدرجة الأولى هناك وأشارت المجلة بأن هناك جلسة أخرى ستجمع صالح سليم وعمر الشريف من أجل البدء في تنفيذ الفكرة وإخراج المشروع للنور وهو الأمر الذي سيرفع اسم الوطن العربي عاليا فبراير 72 إيه؟ هو كان الكابتن صالح يعني بدأ تردد على لندن في بداية مشوار رحلة العلاج اللي استمرت شوف بقى من إمتى يجي 28 سنة ولا 30 سنة أكتر أكتر يعني بداية زيارته لندن ما كانتش للفصح ولا للقابة لا 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 فهو كان بيروح بس ما حدش عرف دي خالص إلا يمكن بعدها بعشرة سنين ولا حاجة أنه كان بيروح للعلاج يعني هي تعرف لما لاحزنا أنه بطل السجاير النمط الحياتي بتاعه تغير فقعدت روان كده قال لي ده الدكتور قال لي يتخفف يتعب قال لي أنا يبطل يا ما بطلش قال لي يبقى لازم تبطل وفور فالكابتن صالح كان يلتقي الفنان الكبير عمر الشريف في لندن فرجع مرة كان تمال يرجع بقى معه توططت علاقته أنا في الفطرة دي بالكابتن صالح كان يرجع معه شريط مثلا ما تشاط يعاد لي أنت فين تعال نتفرج أنا عندي ما تشي كذا كذا هروح أتفرج فمرة قال لي أنا اتفقت مع عمر الشريف أو بنفكر أو أحد مش حلم أفكارنا المهمة أنا شاف أن المصر مليئة مواهب بس نمط الإدارة شوف من إمتى الإدارة نفس الكلام ما فيش احترافية ما تساعدش اللعيب على أنها تبقى يعني زي أوروبا فممكن جدا من خلال أن احنا نعمل نادي للجاليات المصرية هناك نستقطب فيه المواهب المصرية ويبقى جمهوره موجود من المصريين والعرب هناك مشروع حينجح وكان بيكلم بجد يعني لكن بعد شوية هو انخرج بقى كان ابتدى يهتم منه يبقى مشرف على الكرة في النادي الأهلي ويكون فريق التلامزة وبعد شوية دخل بقى في 76 انتخابات النادي الأهلي بس خارج منها الزيارات دي جالي مرة مع مجلة كده قالي مجلة ليفربول بيطلع على المجلة دي ليفربول طب مش معنى إلا أنه لأن المجلة اللي كتبت الخبر تعكبت الصالح كان بتاعتي الأبطال فهو عارف أنه عندك مشروع فهو قال لي انت عامل ليف الأبطال وقالت له أنا وقفت بعدها بسنة قال لي طب ليفربول عاديين نعمل له مجلة وانا استفيد من خبرتك قلت له أنا حقول لك أنا وقفت لي لأنه ما عنديش إعلانات ما كانش حد بيسعيدني وعملتها بشكل فاخر شوية كلفني كتير قوي وكان عندي عربية بيعتها وكملت لكن ما قدرش أكمل قعدت سنة وشوية كده فقال لي عايزين نعمل مجلة النادي الأهلي ده ده اللي رجعنا للحديث عن مجلة النادي الأهلي فقلت له طيب بس ما بيطلعوش رخص حنحتاج يمكن جوابات من نادي الأهلي ونقول إن ده نشاط رياضي لن وأهداف المجلة ما لاش دعب السياسة ما لاش دعب الأهداف الأولمبية وروحت قابلت الأستاذ حافظ غانم وقال ليه إحنا بنطلعش مجلات قلت له ده مجلة النادي حتبقى الرياضة المحضة وما عندناش مشكلة خالص إن إحنا لو شفتوا أي خروج عن الرياضة أو تلمحات إن إحنا يعني ينصوب ينتوقف المهم أنا ما كنتش متخال إن حيوافق لي لكن فجأت إن بعد شهر اتنين كده موحي بيقول لي تعالى واخد الموضوع بجدية كان رئيس الفريد مرتجي يعني حضرنا وحضر أستاذ جلال حمامسي وقال بس أنا ما كونش أنا مش هكون فاضي إن أنا أقدر أكون رئيس عرير مجلة دي لكن أبقى يعني ممكن أبقى في الإدارة بتاعتها فأتعين رئيس مجلس إدارة وفكرنا أن على فكرة هو الوحيد للأستاذ جلال حمامسي رئيس مجلس الإدارة من غير رؤساء النادي يعني بعد كده هو أول رئيس مجلس إدارة بعد كده ثبت أنه رئيس النادي بصفته بصفته لاجي ميرغس المجلس الإدارة وبعدين خدوا قرار ساعتها أنا رشحت ساعتها للأستاذ عبد الرحمن فاهمي ربينا دير الصحة رئيسا للتحرير كمال حفظ رحمة الله عليه رشح الأستاذ فاروق يوسف نائب رئيس تحرير وأنا ودير التحرير وأنا بقى قلت له ما جماعة احنا كمان أقل من عشرة أيام عندنا حدث مهم لازم نطلع معاه إزاي لأستاذ جلال حمامسي يقال إحنا لازم يطلع العدد رقم زيرو تعمل تجارب ونعمل طباعة وده موضوع لما يخدش أهل من شهرين قلت له جلال بي الحدث بايع نفسه إحنا نطلع معه محدش عارف إن إحنا طلعين قلت له بمجرد ما هنطلع مع افتتاح البطولة كل الناس هتتكلم على مجالة الأهل فدحك قال لي حشنؤك لو الموضوع ده باز بسبب التعجل بتاعك ده أنا كنت مختنع جدا مش معقولة يبقى كل الأفارقة عندنا وكرامر المدير الفني للمنتخب وما نطلعش في الحدث ده وفعلا كرامر أنا عملت معاه حديث في المطعم بتاع النادي الأهلي وطلعت دي فأعتقد أن الانطلاقة دي الظروف هي اللي خلقتها واستمرت أنا يوم أنا فاكر كان الأستاذ رحمة الله عليه الكابتن حلم زمورة وكرئيس الاتحاد وكنت رايح عايز تذاكر لمجالة الأهلي فريح له وبيقول له عايز تذاكر لمجالة الأهلي قال لي إيه فتكتني بقى بستهبل عايز أنا تذاكر قال لي إيه مجالة قلت له قده جواب ده إحنا طلعين يوم اللي افتتاح قال لي إيه يا ابني قلت له والله عندنا ناس وعايزين مصورين والناس تخش وقداني التذاكر فابتدت الليلة بالانطلاقة دي والحمد لله كملت وكملت علشان يواصل الأهل انتصاراته في كل المجالات في كل مجال هتلاقي الأهلي هو الرائد فيه سوء على المستوى الإعلامي كان أول نادي يملك مجالة تتحدث باسمه كان أصبح أو بقى أول نادي يملك قناة أيضا تنطلق باسمه في الفضاء الواسع لكن كمان حتى على صعيد الكورة والرياضة لو رجعنا في كورة القدم أكثر الأندية تمثيلا للمنتخبات الوطنية في كل مشاركات مصر في الأمم الأفريقية هتلقوه النادي الأهلي الاتحاد الأفريقي لما حب يختار أساطير أو الفرنس فوتبول لما حددت أساطير الكورة المصرية في تاريخها أو أساطير الكورة الأفريقية في تاريخها كان من ضمن أربع لعيبة اخترتهم من مصر كان فيه ثلاثة من أبناء النادي الأهلي هو ده النادي الأهلي